ينضم إلينا لمناقشة هذا الموضوع من القاهرة عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ومن القاهرة أيضا عبد المنعم إمام نائب في البرلمان المصري ورئيس حزب العدل أهلا ومرحبا بكما أبدأ معك سيد عماد الدين بعد عام من الاستعداد لجلسات الحوار هذه ما المأمول منها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المأمول منها أن تؤدي كما قال الرئيس عفتح السيسي في الدعوة للحوار إلى تحديد أولويات العمل الوطني أو الناس تسمع بعضها أو في وجهة نظر كثيرين أن يحدث التوافق السياسي بين الأحزاب والقوى السياسية المصرية خصوصا في ظل الصعوبات الأقصادية التي تواجه البلاد ظن الشخصي وأنا كنت حاضرا للجلسات الثلاثة وعشرين التي عقدت طوال العام منذ الأول من يوليو الماضي حتى أسبوعين ماضية أو حتى الجلسة الافتتاحية كان هناك أشياء كثيرة تحققت إذا نظرنا إلى الأمور مقارنة بما كان قبلها القوى السياسية اجتمعت مع بعضها البعض تحت سقف واحد لم يكن هناك حوار بالمرة لم يكن هناك حديث ربما لم تكن هناك سياسة بالمعنى المفهوم الآن هناك لقاءات هناك يعني بعد ما كان فيه تشكك وتربص بفيه أرضية إلى حد ما واحدة رغم الخلافات الموجودة وبالتالي الظن أو المؤمل أن الحوار الوطني يقود إلى انفراجة سياسية تحقق على الأقل الحد الأدنى للانطلاق إلى أفاق أرحب إلى مزيد من الأراء المتنوعة حتى يمكن لمصر أن تواجه التحديات الصعبة الموجودة أمامها وأنا أظن أننا قطعنا جزء مهم من الطريق لكن الرهان الأساسي على ما الذي سيحققه الحوار في جلساته الفعلية والمفترض أن تبدأ بعد أيام قليلة نعم سيد عبد المنعم هل يمكن بالفعل أن يقود إلى انفراجة هذا الحوار وقد استبقى بأن تقوم أجهزة الأمن المصرية بحملة اعتقال سواء بالنسبة لصحفي أو من لبعض الأحزاب أعضاء من أحزاب سياسية يعني إحنا نأمل أن هذا الحوار يأتي بسموار ولكن بوضوح شديد إحنا كجزء من الحركة المدنية الديمقراطية منصد دعوة للحوار رحبنا بها لكن تحدثنا عن أهمية وجود ضمانات وبناء جدار ثقة بين المعارضة وبين السلطة بالإفراج عن المحبوسين سياسيا خاصة المنتمين منهم للقوى المدنية الديمقراطية بمفهومها العام وجزء منها الأحزاب السياسية نعم مختار الإفراج عن ألف معتقال بالضبط هذا حدث بالفعل تبقى بعض الأسماء وبعض الأشخاص المحسوبين على القوى المدنية والده للحركة حتى في قرار أعلانها لمشاركتها في الحوار الوطني أكدت أنها بتدخل هذا الحوار وهي منفتحة وبتتمنى استمرار هذه الإجراءات بشكل كبير لكن بأمانة شديدة الأجواء التي تحدث مؤخرا في الساعات الأخيرة بتسبب نوع من أنواع القلق والاضطراب والخوف من المقالات والمصار ونحن متمسكين بالحوار بشكل كبير وشايفين أن الأساس في العمل السياسي هو الحوار ونحن رحبنا بهذا كمعارضة مصرية وبنؤكد عليه لكن بطبيعة الحال استمرار الحبس فيه حبس الناس جدد محسوبة على الطيار المدني بشكل عام أعتقد أن هذا بيضع عرقيل كبيرة نتمنى أنه حل هذه الأمور بشكل عاجل مع بدء جلسات الحوار بالشكل الذي يعود على أجواء الحوار بشكل جيد ونقدر نعود فيها عشان نصل للمتفق عليه بين القوى السياسية وما سنتفق عليه للمستقبل نعم فيما يتعلق بما ذكرته وفيما يتعلق بالضمانات وهي كأساس لبناء الثقة هل قدمت لكم هذه الضمانات؟ يعني إحنا قلنا أنه الضمانات التي قدمت نقدر نقول عليها أنها مقبولة بشكل مبدئي لكن إحنا أكدنا على أنه هناك العديد من الإجراءات التي يجب أن تتم بطبيعة الحال إحنا لما بنتحدث على مسألة المحبوسين هي مسألة أساسية وبالتالي إحنا عارفين أن هذا الأمر عشان يتم حل وإحنا محتاجين أن نتفق على عدد من التعديلات القانونية وبالتالي هنا بتيجي أهمية وجود الحوار اللي إحنا بشكل رئيسي فيه مستهدفين كمعارضة مصرية عدد من الأمور على رأسها ما يتعلق بتعديل بعض الإجراءات والقوانين المتعلقة بالحريات حرية الأحزاب السياسية الانتخابات وقوانينها ومع ذلك طبعا يتوكب مع ذلك عدد من الأجندات التي علاقة بالسياسات الاقتصادية التي يجب إعادة النظر فيها لأن المواطن المصري خلال السنين الفاتت تعرض لعدد كبير من السياسات التي أثرت على حياته بشكل كبير وبالتالي المصارات اللي إحنا بنتكلم عليها بصارات مهمة وده اللي بيخلينا نحن نقول أن إحنا منفتحين للحوار بمنطق أنه أولا أن إحنا نطرح بداينا وإحنا لدينا بدائل كتير في عدد كبير جدا من السياسات وفي نفس الوقت أن الحوار هو أساس أي عملية سياسية فإذا تم الدعوة للحوار فإحنا بنفتح أيدينا لي ولكن مع أهمية أن الأجواء تكون ملائمة للحوار سوف أعود إلى البدائل التي تتحدث عنها سيد عبد المنعم أعود إليك مرة أخرى سيد عماد الدين ما أعلنه مجلس أو مناء الحوار على أنه استبعد الحديث فيما يتعلق بالدستور بالسياسة الخارجية وأيضا بالأمن القومي الاستراتيجي ما عدد ذلك يمكن نقاشه وهل بالفعل يمكن أن تقدم الضمانات المطلوبة لأحزاب المعارضة وحتى ليس لأحزاب المعارضة للجهات التي تؤيد سياسات الحكومة ولكن لديها وضع اقتصادي يحتاجون فيه إلى دعم وإلى مساعدات مثلا من أجل أن يكون وضع المواطن المصري بأفضل حال هل ما عدى ذلك؟ ما عدى هذه الشروط الثلاثة؟ ممكن نقاشها؟ ما هو السقف؟ طبقا للمناسقة عامة الحوار الوطني ضيارة شوان وطبقا لما أكدنا عليه مرارا في الجلسات الماضية الجلسات التحضرية والإجرائية لا يوجد هناك سقف ولا خطوط حمراء أمام الحوار الوطني ما عدى هذه الثلاث قضايا وأنا أظن ما هو موجود من قضايا وأزمات ومشاكل كثير جدا ولو أن الحوار الوطني تمكن أن يحل نصف ما هو مطروح عليه من قضايا لحقق إنجازا كبيرا وبالتالي لا يوجد كل القضايا الأساسية التي تهم المواطن المصري من أول التضخم وعلاج الأسعار الاستثمارات دعم الزراعة والصناعة القوانين الأحزاب السياسية الحبس الاحتياطي الحريات العامة حريات الصحافة حقوق الإنسان الأزمة السكانية الهوية والوعي القومي كلها قضايا مطروحة بتفاصيل وقضايا كثيرة جدا ومطروحة للنقاش بين قوى سياسية متنوعة وهناك توازن بينها وبالتالي لا توجد مشكلة كبيرة جدا في أي قضية يعني لا يوجد خط أحمر المهم أن يصل المتحاورون إلى توافق كبير على بعض القضايا حتى يمكن لهم أن يرفعوها في صورة توصيات قابلة للتنفيذ في صورة إجراءات أو في صورة تشريعات فيما يتعلق بالتنفيذ يعني قلت لا يوجد سقف كل شيء ممكن أن يتم نقاشه هل بالفعل سوف يكون هناك آليات لتنفيذ ما يتم التوصل إليه أو فقط تبقى حبرا على ورق بالطبع الذي سيديب على سؤال حضرتك هو الواقع العملي لكن رئيس الجمهورية قال بوضوح أكثر من مرة سأشارك في الجلسات الأخيرة سأستمع إلى التوصيات التي تقدمونها وسأحولها إما إلى إجراءات وقرارات وإجراءات أو إلى تشريعات عبر مجلس النواب وبالتالي رئيس الجمهورية هو الداعي وهو الحد كبير هو الضمانة لنجاح هذا الحوار إضافة لقدرة المتحاولين على الوصول إلى قرارات عملية قابلة للتنفيذ وليس فقط مجرد شعارات عامة وفتفاضة وتشخيص إعادة تشخيص للقضايا ظن الشخص أن هناك فرصة إذا خلصت النواية في الجانبين الجانب الحكومة وجانب المعارض نعم مرة أخرى أعود إليك سيد عبد المنعم قلت بأن لديكم بداء إلى أي مدى سوف تكونون ضالعين في طرح هذه القضايا كما يقول ضيفنا لا سقف كل شيء يمكن طرحه هل سوف تقدمون البدائل هل تعاولون بالفعل على الاستماع إليكم وبالتالي الاستماع إلى هذه البدائل يعني بطبيعة الحال نحن أحزاب سياسية لديها برنامج ولديها رؤى لإدارة شؤون البلاد بطبيعة الحال كأحزاب وبالتالي إحنا في الحركة المدنية منذ الدعوة للحوار تشكلت لدينا لجنة فنية هذه اللجنة في كل لجان الحوار الوطني كل الأحزاب اللي داخل الحركة بتنوعاتها جلست وستطعت أن تتفق على الحد التوافق بابين كل الأحزاب المعارضة لمشاركة داخل إطار الحركة المدنية الديمقراطية وبالفعل لدينا أجندة في كل القضايا وفي كل اللجان المطروحة ما أبرز هذه القضايا المطروحة؟ وسنترحها لم أسمعك بوضوح ما هي أبرز القضايا التي سوف تطرح وبالتالي من خلالها يمكن أن نستشف يعني ما هو الداعي لأن يكون مثل هكذا حوار يعني هناك مشاكل كبيرة يجب أن تطرح فيه يعني بطبيعة الحال إحنا جزء كبير جدا المحور السياسي مركزين فيه على حرية الأحزاب السياسية تعديل قانون الإجراءات الجنائية بشكل عاجل لإيقاف مسألة الحبس الاحتياطي مراجعة كل القوانين المقيدة للحريات واللي كان لها تأثير على الحريات التي صدرت بعد 30 يونيو بشكل كامل وهذه أجندة كبيرة جدا مسألة حرية الصحافة منع الإفراج والتوقف عن منع المواقع الصحفية بدون سند قانوني مسألة النقابات وحرية العمل النقابي العمل الطلابي وتحت الفرصة ليه دي كلها أجندات موجودة في المحور السياسي على المستوى المحور الاقتصادي مسألة الدين وحجم الاستدانة وأولوية المشروعات والإنفاق وغيرها من الأمور المتعلقة حتى بالتعامل مع شركات القطاع العام ومسألة القضية ووثقة ملكية الدولة وفكرة التخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية فيه عدد كبير جدا من الإجراءات واللي كمان من أهمه فيه ما يتعلق بالنشاط الاقتصادي ما يتعلق بالإعطاء بالأمر المباشر لجهات حكومية بعينها هذا أمر محتاج مراجعة شديدة غيرها من الأضايا موجودة المحور الاجتماعي طبعا فيه عدد كبير مهم من الأضايا فيه أجندة نقدر نقول على أنها كاملة بعضيها فيها مواضيع وعناوين كبيرة جدا أفتر للمقاطعة ولكن حتى لو تم التوصل إلى نتائج هل تضمنون بالفعل أن يكون لديها تطبيق على أرض الواقع وهل ما ذكره ضيفنا فيما يتعلق بضمانة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو بحد ذاته يمكن أن يكون هذا الضمانة هي التي يمكن بالفعل أن تجعل مثل ما يخرج مخرجات هذا الحوار تطبق على الأرض وهو الذي قال اختلاف الرأي لا يفسد للوطن القضية يعني بطبيعة الحالة نتمنى هذا الأمر وإحنا جزء من قناعتنا في إعداد هذه الملفات كان منبسك من حاجتين الحاجة الأوانية أنه ده ضرنا في الأساس أن نطرح البداية للناس وهناك ميزة وكان فيه اتفاق على فكرة علانية الجلسات وبالتالي إحنا بنترح رؤانا دي للرأي العام المصري قبل أي شيء آخر فده الجزء الثاني فكرة التطبيق وهل سيؤخذ بهذه الاقتراحات أم لا دي مسألة مرهونة برغبة الطرف الآخر وبالتواصل اللي ممكن يتم في بعض الأضايا يعني على سبيل المثال هناك قضية بطبيعة الحالة تبقى محتاجة إلى سلطة وفقات زي مسألة قوانين الانتخابات التشريعية وغيرها من الانتخابات وانتخابات المحليات والشيوخ وغيرها والضمانات المتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية دي مسألة متعلقة بما سيحدث داخل أروكة الحوار ما سيتم طرحه ومدى استجابة الطرف الآخر لي نعم شكرا جزيلا لضيفينا من القاهرة عبد المنعم إمام نائب في البرلمان المصري ورئيس حزب العدل شكرا أيضا لضيفنا عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني شكرا لكم